تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على الانتري. الانتري خدناها بلكده في التكي انتر وهو شبه اللي في التكي انتر يعني بحيث ان هكتب مثلا انت اكوال سي تي كي دوت سي تي كي انتري بالشكل ده. والمصدر هخليه هو الفريم. وما فيش فيه حاجة دلوقتي مش مهم. وبعد كده هنعمل انت دوت وهندي له برضو بيساوي عشرين عشان برضو يبقى فيه مسافة عالي لفوق. فلو فتحت زي ما انت شايف ده شكل الانتري اللي موجود. ولو كتبت فيه فبيكتب فيه بالشكل ده. ده الوضع له فحالة ان انا شغال دارك. انما لو انا شغال بالشكل ده. ولو جيت فتحت هتلاقي ان ده الوضع للانتري. طيب. تعال نخليه دارك تاني. بحب انا الضرق. وبعد كده تعال اه نشوف الخصاص اللي موجودة فيه. طبعا زي ما انت شايف الفونت بيكتب جواه فونت فانت ممكن بقى اكيد تتحكم في الفونت ده في لون الفونت الحاجات دي كلها يعني. فممكن تعمل الكلام ده. تعال نشوف الخصاص تعمل كما كده وشوف الخصاص. هتلاقي ان انت معاك ايه? معاك اه الخصاص هنا مش هتزهر بس المهم يعني انت معاك المفروض في عندك هتلاقي ان هو اه مسلا انا خليه تلتمية فبيبقى له اه ده بيتحكم في بتاعه زي ما انت شايف. اه اكيد هيبقى له برضو بحيس انه هيبقى بالشكل ده كده. وهنخليه مسلا تلاتين فاللي هو اه طوله يعني. فبقى بالشكل ده كده. طبعا الفونت بيكتب جواه فانت ممكن اه هيكون جواه الفونت. فانت زي الخصاص هي ظهرت. هتلاقي ان انت معاك اه اللي هو لون النص اللي بيكتب جواه. مسلا انا عايزه يبقى فلو جيت تشوف كده هتلاقي ان لما بكتب النص جواه بقى لونه بالشكل ده فتقدر تتحكم في لون النص اللي بيكتب جواه. خصاص ايه تاني موجودة? هتلاقي ان انت تقدر تتحكم في اللي هو لون الخلفية بتاعته بقى زي ما احنا متعودين. فلو جيت تشوف هنا كده هتلاقي هتلاقي بتاعته مسلا انا عايزة تبقى رد. ولو جيت تفتح هتلاقي ده شكل الخلفية بتاعته بقية رد بالشكل ده. شلا بقى عشان ايه شكلها وحش. فتمام. بعد كده هتلاقي ان انت معاك برضو الايه البوردر كالر والبوردر ويتس زي ما احنا اخدناهم قبل كده في البوتن قلناهم. وعندنا برضو الفونت ان انت تتحكم في الفونت اللي يكتب جواه قلناها. في عندنا حاجة اسمها اللي هو ايه? انا مسلا هنا بتحط نص معين. النص ده مسلا اه هكتب نيم. بحيس ايه? ان انا لو فتحت هتلاقي بيتكتب كده جواه كلمة نيم. اه انما لو انت جيت تضغط عليه كده وتحاول تكتب هتلاقي كلمة نيم اتمسحت خلاص. ماشي? يعني ايه? يعني انا وانا مش محدده. يعني انا دلوقتي هو اول ما بفتح فانا مش محدده. فالمكتوب عليه كلمة نيم. اول ده معناه ان انا هدخل نيم هنا في الحقل ده. اه كدليل بس لليوزر ان مطلوب منك ان انت تدخل هنا نيم. طيب اول ما الغط خلاص بقى كلمة نيم دي بتتشار واكتب بقى الايه? الحاجة اللي انا عايزها. فكنه نص كده مالوش لازمة كده يعني عشان يبين لليوزر انه ايه? انه اه انت مطلوب منك تدخل ايه هنا? في عندنا حاجة اسمها بلس خلدر برضو يعني النام دي اللي هو نيم ده. انت عايزه يبقى لونه ايه? فخلينا نقول مسلا ان احنا عايزينه لونه يبقى رد. فلو فتحت هتلاقي ان لونه فعلا بقى رد وتقدر ما تضغط تكتب اللي انت عايزه بالشكل ده. طيب ده كده بالنسبة للايه? للخصاص اللي موجودة في في ايه خصائص تانية موجودة في في تعالوا الاول نشيل ده هنشيلها عشان احنا انا حابب ان هو يكون بالدفولت لان هو اصلا هو جاي جاهز. فمش محتاج ان انا انا العب في الالوان بتاعته يعني بس بقى ريك ان انت ممكن تغير في الالوان بتاعته مش شرط اه اللي هو جاي بي يعني. طيب زي ما انت شايف ده المفروض الايه? الانتري اللي عندك. طيب الانتري ده انا عايز اما اضغط مسلا على الزرار ياخد قيمة النص ده ويعرضها لي في اللابل ماشي? فما اضغط على الزرار اللي هو اللي هو اسمه بي تي ده. طبعا ما ما قلت بضغط على الزرار كان بينفس عمللنا اسمه بي تي كوم. الفونكشن اللي اسمها بي تي كوم كنا عاملنا اهي ان هي بتغير اه اه قيمة اللابل تيكست اللي مكتوب في اللابل بتغيره تخليه بريزد بنص سابت اسمه بريزد لا انا عايز بقى بريزد ده ما يبقاش نص سابت كده انا عايز ياخد النص اللي موجود في الانتري فممكن اعمل ايه? ممكن اجيب النص اللي موجود في الانتري مش انا معي الانتري تحت او اسمه انت طيب فهعمل انت .get وهياخد النص اللي موجود فيه مثلا في variable اسمه txt بالشكل ده طيب بحيث اني txt ده هبصيه هنا للتكست فهو كده هيعمل ايه هياخد النص اللي مكتوب في الانتري ويحطه للليبل فلو فتحت هنا بقى كده هتلاقي ان انت معاك ايه لو كتبت كلمة مصطفى مثلا وضغطت على go هتلاقي الليبل بقى مصطفى هتكتب اي حاجة وتضغط على go هتلاقي اي حاجة دي كتبت فوق هنا في الليبل فاي حاجة هتكتب هنا في الانتري وتضغط على go هتكتب في الليبل نتيجة ايه نتيجة اني انا قدرت اخد النص اللي موجود في الانتري عن طريق انتوت جيت احتفظت بيه variable خليت الليبل يتغير بقيمة txt ده طب انا عايز اعمل حركة تاني عايز اما اضغط على الزرار يعني انا دلوقتي عملت ايه كتبت مصطفى عايز اما اضغط على الزرار ده مصطفى تتنقل هنا ومصطفى دي تتشال يعني اللي انا كتبت هنا دي تتشال ففعلا اتنقل التمام بس اللي انا عايزه ان التكست اللي موجود في الانتري ده يتشال فممكن تعمل انت دوت اه دليت بالشكل ده بيقول لك هتدليت من اول اندكس كام لحد اندكس كام انا عايز من زيره لحد اند طبعا الاند دي كانت متعرفة في التيكي انتر اصلا فممكن تكتب هنا اه بالشكل ده طيب فلو انت جيت فتحت هتلاقي فعلا ان انا لما اجي مسلا اكتب كلمة مصطفى هتلاقي مصطفى دي اتكتبت مضغط هنا اتكتبت فوق وتشالت من تحت طيب اكتب احمد هتتضغط هنا هتلاقي ايه اتكتبت فوق وتشالت من تحت كده يعني طيب ده كده بالنسبة ازاي تجيب منه نص وازاي تمسح نص معين من معين لحد معين يعني مشارط لحد ممكن تقول لحد عشرة مسلا لكن انا عايز التكت كله اللي فيه يتمسح فخلاص من زيره لاند بالشكل ده الاند برضو فيه اه كزا حاجة مفيدة ان انا مسلا ممكن اعمل ايه ممكن اعمل اند دوت سيليكت كلير زي ما احنا كنا واغدنا قبل كده في التكت مش اعمل دليت للنص اللي موجود فيها يعني ولكن زي ما انت شايف هكتبنا مسلا كلمة مصطفى فالمفروض ان هي دلوقتي مش هتتمسح ولكن انا احدد ده بالشكل ده عايز اما اضغط على جو التحديد ده يتشال اضغط على جو اتلاقي فعلا التحديد اتشال فده اه اللي بتعمله في عندنا من ضمن الخصاص اللي موجودة في الانتري ايه ان انا لما اعمل كده هتلاقي ان انا معايا حاجة اسمها التكست بالشكل ده اه ممكن نمرر له هنسميه مثلا فار الفار ده هيبقى من نوع سترينج فار فهنعمل هنا فاريابل هيبقى من نوع سترينج فار هكتب هنا كده فار زي ما احنا 하고ضينه قبل كده في التكي انتر ده زي ما احنا عارفين كان موجود في التكي انتر بهенсوره من التكي انتر بالشكل ده طيب فالفاريابل ده استفيد منه بايه ان انا ممكن اجيب النص اللي موجود في البطن مش بالطريقة دي اللي هي لا انا ممكن اشيل دي خواص وكتب فكده هيجيبلي النص بتاع اللي مكتب جوه Running مكتوب جوا الانتري فلو فتحت وكتبت مسلا في الانتري احمد بالشكل ده وضغطت على جوة ليه اشتغله وخد فعلا النص وحطه هنا نتيجة ان هو خد النص عن طريق ايه عن طريق الفار ده طيب ممكن استفيد من الفار ده ايه تاني انا مسلا ممكن امسح الكلام ده كله بقى وعايز ايه عايز ما اضغط على الزرار هيكون الانتري ده فاضي مش ده مش ما فيوش حاجة عايز ما اضغط على الزرار الانتري يكتب فيه عالي مسلا فبتعمل كده ست وتكتب فيه القيمة الجديدة اللي هي مسلا عالي فكده ما تضغط على الزرار زي ما انت شايف هو فاضي اضغط على الزرار بالشكل ده تلاقيه بقى عالي طيب لو انا كتبت هنا احمد ما ضغط على الزرار المرفوض يحصل ايه هيتشيل احمد دي برضو يتحط عالي فلو ضغطت هنا تلاقيه بقى عالي فزي ما انت شايف آآ آآ ممكن اعمل عشان احصل على قيمة او آآ اعمل ومرره لآآ للانتري ده وبعدين هعمل فار دوت جيت طب لو انا عايز آآ اعمل له ست بقيمة معينة للانتري يعني يبقى مكتوب جواه قيمة معينة فبعمل كده فار دوت ست ده كده بالنسبة للانتري ترجمة نانسي قنقر